بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة شرط واحد حدده لنا النبي عليه الصلاة والسلام لقبول التوبة كثير منا يخطئ ويذنب ويرتكب الكثير من المعاصي كل يوم ممكن أن يكذب ممكن أن يؤذي أحدا أن يتكلم بالنميمة على أحد أن يتكلم بكلام سيء على أحد أن يغضب أن ينفعل كثير جدا جدا الذنوب والمعاصي ولكن أيضا كثير من الناس يستغفر الله ويتوب إليه ويصلي ولكنه لا يطمئن أن ذنبه قد غفر يعني كيف أعلم أن توبتي قبلت النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا شرطا وهو شيء بسيط جدا أيها الأحبة ولكن تطبيقه قد يكون صعبا بالنسبة لكثير من الناس ما هو هذا الشرط استمعوا معي أيها الأحبة إلى هذا الحديث العظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه إذا قبل التوبة ماذا؟ الاعتراف بالذنب مشكلتنا اليوم أيها الأحبة أننا لا نعترف بخطأنا وهذه مشكلة كبرى تعطل حياتنا بالكامل المريض إذا لم يعترف بمرضه لن يجد العلاج الذي يخطئ في قضية ما ثم لا يعترف أنه أخطأ لا يستطيع علاج هذا الخطأ أصلا فعلميا أيها الأحبة من الناحية العلمية أنت حتى تعالج أي مشكلة أو خطأ يجب أن تعترف بوجود خلل في هذا المجال وبالتالي الاعتراف أولا ثم التوبة من الذنب ثانيا فأنا مثلا أرى كثير من الناس للأسف يأكلوا الربا هو لا يريد أن يعترف أنه أكل الربا لا يريد أن يعترف أن هذا المال الذي يأكله هو حرب على الله الربا هو إعلان حرب من الله ورسوله على آكل الربا الربا أيها الأحبة هو شيء خطير كأن الشيطان يتخبطك من المس إذا أكلت الربا آكل الربا الحقيقة هو يدخل نفسه في حرب مع الله فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون طيب عندما ترى هذا الشخص ينظر إلى عمله هذا أنه حسن هذا ينطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء كثير من الناس يزين له العمل السيء فيراه عملا حسنا يأكل الربا ويراه عملا حسنا يراه حلالا يراه أمرا جيدا يرى أن الله يحبه يقول أن الله يحبني أعطاني كل هذا المال لأنه يحبني وهو لا يعلم أن محبة الله ليست بالمال وليست بالدنيا الله إذا أحب عبدا تاب عليه بالعكس ابتلاه قدر عليه رزقه وبالتالي أخي الحبيب هنا يجب أن تنظر إلى الذنب وتعترف أن هذا ذنب أن هذا خطأ يعني مثلا إنسان لا يساعد الناس لا يكترث بالآخرين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تفضل نفسك على الآخرين لا تقدم أي خدمة أو أي خير للآخرين والنبي يقول لك خير الناس أنفعهم للناس انظر إلى أعمالك الآن من الذي انتفع بك الآن؟ يعني أنت ذهبت سواء درست وحصلت على الشهادة ثم عملت أو أنك لم تدرس ذهبت وتعلمت مهنة وبدأت بكسب المال وبدأت بشراء منزل وسيارة وكذا 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 وأنت تلهث وتجري وتخدم نفسك من الذي انتفع بك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس من الذي ينتفع بك الآن؟ لا أحد الذي ينتفع بك يجب أن يدفع يعني حتى تعطيه فائدة ما يجب أن يدفع إذن هذا ليس نفعا خير الناس أنفعهم للناس أن تقدم خدمة مجانية للناس أن تقدم معلومة للناس تبتغي بها وجه الله أن تقدم مساعدة لمن يحتاجها صدقة لمن يحتاجها إذن هنا النفع فأنت إذا نظرت لنفسك على أن عملك هذا حسن عدم حبك للخير للآخرين وعدم خدمتك ومساعدتك للآخرين إذا نظرت لهذا وهو أمر خاطئ أيها الأحبة النبي حذر منه لا يؤمن أحدكم لا يؤمن لا يؤمن نفى صفة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت طالما تنظر إلى نفسك الآن وأنت تخدم نفسك وتنفع نفسك فقط أن عملك هذا حسن فأنت ينطبق عليك تنطبق هذه الآية أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسن لذلك اليوم أيها الأحبة نحن في هذا العصر لماذا كثرت الهموم والمشاكل ولم نعد نشعر بلذة التوبة لم نعد نشعر بلذة العبادة لذة الصلاة لذة قراءة القرآن القرآن يقرأ علينا ليلا نهارا لا تدمع عيوننا لا تخشع قلوبنا لا تقشعر هذه الجلود كثير من الناس يشكوا يقول أنا لا أستمتع بالحياة طبعا لأنك لم تعترف بخطائك الذنوب أيها الأحبة ليست هي فقط الفاحشة أو أكل المال الحرام أو السرقة أو كذلك هناك كثير من الذنوب نرتكبها ولا نشعر أنت إذا كان لديك جار فقير جائع محتاج ولم تعطيه أنت ارتكبت ذنبا عظيما أنت إذا كان لديك الكثير من المال واختزنته ولم تنفقه في سبيل الله أنت ارتكبت لذنب عظيم يجب أن تعترف به انظر معي إلى هذه الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله طبعا الذهب والفضة هي رمز لأي نوع من أنواع المال قد تملك عقارات أي شيء تملكه فائض عن حاجتك وتختزنه لمجرد الاختزان ولا تنفقه في سبيل الله ماذا قال الله عن هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم طب كثير من الناس يملك اليوم الكثير من المال وهناك من يحتاج له وهو ينظر إلى عمله أنه حسن لا يعترف بذنبه كثير من الناس يعق أبويه كثير من الشباب لا يسعى لإرضاء الأبوين الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شبهك بطائر يخفض جناحيه هكذا رحمة بأولاده رأفة بهم وكلمة الذل هنا ليقول لك كلما تذللت أمام أبويك هذا عز لك ورفعة لك في الآخرة وفي الدنيا أيضا يرفعك الله من تواضع لله رفعه الله فأنت طالما تنظر إلى أنك عندما تغضب وتنفعل بوجه أبويك ولا تبرهما ولا تخفض لهما جناح الذل ولا تحاول أن ترضيهما طالما تنظر إلى عملك هذا على أنه حسن إذن أنت لم تعترف بذنبك وبالتالي توبتك لا تقبل يجب أن تعترف بجميع أخطائك يعني اجلس الآن مثلا وراجع نفسك كم خطأ عندي أنا الآن إنسان ينظر لمشاهد حرمها الله ينظر لمقاطع حرمها الله ينظر ل نساء سواء في الشارع في كذا يجب أن تعترف أن هذا الذنب يخالف أمر الله هذه النظرة هي سهم مسموم من سهام إبليس النبي نها عنها أنت تخالف قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعوا أنت لم تغضض البصر طيب اعترف أنك مخطئ أصبح الآن لدينا أمر طبيعي أحدنا يفتح الموبايل على نساء ينظر إلى صور ولا يغض النظر وأصبح الأمر طبيعي وهو لا ينتبه لهذه القضية يعني ينظر ويتفحص ويتأمل ولا يدرك أن هذا خطأ فيجب عليك أن تعترف أخي الحبيب أن تعترف بوجود الخطأ طبعا قد تكرر هذا الخطأ الله غفوره الرحيم يعني أنت يجب أن تعترف بالخطأ ولكن أمامك إله عظيم جدا رحمته وسعد كل شيء قادر على مغفرة كل الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تي أسمى الروح إذن أنا عندما يكون لدي ذنب حتى أتوب من هذا الذنب يجب أن أعترف أنني أخطأت وأعلم أن الله قادر على مغفرة الذنب ثم أتوب إلى الله فالله يتوب علي إذن العبد عندما يعترف بذنبه ثم يتوب إلى الله فإن الله يتوب علي هذا هو شرط التوبة يعني أنا نصيحتي لكل أخ أن يجلس كل يوم ولو دقائق وبخاصة آخر النهر قبل النوم يراجع ماذا فعلت اليوم طيب أنا تكلمت بكلمة بحق فلان المفروض لا أتكلم وهذا الكلام أيها الأحبة يتبعه علماء النفس اليوم من أجل تقويم السلوك ومن أجل علاج كثير من الاضطرابات النفسية ومن أجل النجاح أكثر في الحياة بخاصة علماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون يجب أن تجلس في قبيل النوم وتراجع الأخطاء التي ارتكبتها في النهار ثم تنوي أن لا ترتكبها في اليوم التالي أن تتجنبها هذه السنة نبوية أن نعترف بالخطأ أن لا نصر على الخطأ لذلك حتى لو ارتكب الإنسان الفاحشة وفعل أي شيء الله يغفره له بشرط أن لا يصر على هذا العمل أي أن يعترف اعترف يعني اعترافك بالذنب هو دليل عدم إصرارك على الذنب والذين يعني يجب أن تنظر إلى رحمة الله أكثر من نظرك إلى ذنبك ذنبك اعترف به طب إلى الله ثم اشغل دماغك ووقتك بالنظر إلى رحمة الله لا تنظر للخلف الإسلام دائما يأمرنا أن ننظر للأمام ننظر لرحمة الله قل يا عبادي الله يخاطب هنا صنفا من العباد الذي زنى وشاهد الأفلام الإباحية وتكلم بكلام سيء وربما عق والديه وربما شتم وتكلم بكلام بذيء وآذى ناس وفعل كل ما تتصوره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يخاطب هذا الصنف من الناس ماذا يقول لهم بالنسبة لهؤلاء المنغمسين في المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله القنوط بالطاء هو أقل اليأس لا تقنطوا من رحمة الله هنا فقط تنبيه القنوط بالتاء هو الخشوع وقوموا لله قانتين أي قف في الصلاة وأنت خاشع متأمل متدبر بينما القنوط بالطاء هو اليأس أو بعض اليأس لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ركز على كلمة جميعا دائما وأنت تتوب إلى الله تذكر هذه الكلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن كل الذنوب يجب أن أستيقن أن الله غفرها لي بمجرد أن أعترف وأتوب إلى الله وأبدأ أنظر للأمام وليس للخلف نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر